السلام لبنات كديرين لبس عليكم ومركم مزيانة صحيح تكملها بس نتمنى تكونوا كاملين في آخر وعلى آخر وتكونوا في أحسن بأحوال ومعاكم كيف العادة صحبتكم واختكم ربيع الحسنوية في فيديو جديد واليوم ان شاء الله هالبنات في هاد الفيديو جبت لكم تقاف خاص بليل 27 هاد تقاف هاد ماشي بحال تقاف ديال الأيام العادية هاد تقاف ديال 27 تنخدموه في هاد الليلة ديال 27 وتيدو من المفعول دياله عام كامل من اللي توصل 27 ديال العام جاي ان شاء الله صافي خاصكم تعاودو تجددو هاد تقاف هاد تقاف هاد تيربطو على الزواج وعلى العيالات وعلى البنات والخيانة بصفة عامة وما يشوف احتمره من غيرك ولو غير بعيني وصفة غزالة وساهلة استافدوا من هالبنات في هاد العواشر وتهنوا منه العام كامل حيدوا لعقزة البنات ما تبقوش غير تفرجوا طبقوا الوصفات اللي تنزلكم خصوصا في هاد المناسبة هاد رأي وحدة فيكم كدير شي حاجة وبالنية ديالها كنوا اكيدين انها غدا تنجح معاكم تقاف واعر البنات اللي كيعانيوا مع الازواج نوضو تحزمو وخدمو هاد تقاف هادا ساهلة البنات الوصفة الساهلة والمكونات ساهلة ساهلة عليكم كاملين سواء البنات اللي في مغرب ولا خارج مغرب ما فيها لابخور لا تشي حاجة ما فيهاش لعشوبة البنات نحاول نجيب لكم الوصفة اللي ساهلين في نفس الوقت اللي عيعطيكم النتيجة اللي بغيته وبلو ما نطول عليكم حبيباتي تنبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنسوش ديروا لايك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وما تنسوش البنات تعاليق باش تدعموا الفيديو الرقم ديال واتساب هو اللي عالي طلع قدامكم اه وشنو اول حاجة لبنات غنحتاجوا لها اول حاجة عناحتاجوا لعفة التقاف هادا هي الصورة صورة دياله غنحتاجوا الصورة ديال الشخص اللي عنديروا ليه هاد التقاف هذا وهنحتاجوا التمراء التمراء لبنات غتفطلوها بشي حاجة ديال الخشب والبشي عود وغتحيدو لها نوع ديالها ويبرا وخيط اللي يكون شوية غلاد خيط يكون غلاد شي شوية ما يكون شرقاق ميت فمرة خيط اللي يكون غلاد شوية وباين صافي على البنات هاد شي اللي غنحتاجو فقط غير اللي مبغاش على البنات غير لما بغيتوش تخدمو الوصفة ديالكم تقاف خاطر 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 ومرة اخرى تنقول لهادو قليك يدخلو يسبو ويدخلو يقولو هادي شعوادة ويدخلو راهم عارفين العنوان باين وظاهر وهما تيدخلو يوميا الفيديوهات يستافدو من الوصفات ويخليو سبان ويمشوا بحالاتهم تنقول لهم الى كان هاد شي ما عاجبكمش ما تعودوش يدخلو ليه مرة اخرى وتفرجو فيه انا كنتواصل مع البنات اللي بحال نفسي واللي لقلبي كنقولو ليهم وهما كذلك متبعيني وانتوما ما عندكمش فيه ندخلو ودخلو شوية سوق راسكم انا كنقولها لكم مرة المهم اسمحوا ليه البنات اللي اطولت عليكم كتجيبوا لبنات الصورة اللي لديه سبع وعشرين يعني النهار ستا وعشرين في الليل ستا وعشرين رمضان في الليل هذا هو دائما تنقولها وما زالي اللي بنات يخليولي الاسئيلة نهار ستا وعشرين رمضان في الليل يعني في وجهكم لغد ليه كتصبح سبع وعشرين فهمتوني يا البنات كتجيبوا الصورة من بعد العشاء من بعد الآدان ديالعشاء الخدمة عدك تبدأ كتجيبوا الصورة اول حاجة كتديروها كتنجموها كتنجموها واحد شوية واحد ربع ساعة تل نص ساعة هاد الصورة هادي كتقابلوها مع النجوم ولو ما يكونوش نجوم غتقابلوها مع السما في الليلة ديال سبع وعشرين ليلة القدر تنجمو فيها هاد الصورة هادي ديالو مدة ربع ساعة تل نص ساعة في السرجم ولا في لاكور ولا في السطح هادي اول حاجة تنديروها منين كانت نجمع لبنات كانت فتحوا التمرة كتفتحوا التمرة كتكونوا مجدينها فاتحينها بشي حاجة ديالعود قتجيبوا الصورة قتلفوها بهالطريقة قتشدوها من الرأسة لبنات ماشي من هنا الصورة من هنا قتلفوها اللي عندكم بحال هاكا بحال هاكا كتطوى الصورة من بعد التنجيم مباشرة يلا تنبطوها مصطح ولا تحيدوها من السرجم تتنيوها بحال هاكا وتديروها في التمرة إلا عندكم طيف تجاوي تقدرو تبخروها التمرة هادي تشعلوه وتبخروا التمرة ما عندكمش ماشي مشكيل حاولوا البنات تديرو شي تميرة اللي شوية كبيرة باش تكفاكم لهاد الخدمة هادي تتسدو على الصورة في التمرة بهاد الطريقة هادي عاد عندو زودابة لقراية والخياطة ديال باش نخيطو التمرة ديال وتتقبطوها البنات التمرة وتتبدو تخيطوها من الرأس تجيبو ليبرا والخيط وتتبدو تخيطوها من الرأس بحتى اللعنة سبعة ديال الغرزات يعني سبعة الخياطات مني تتبدو تخيطوها البنات كل غرزة عاد قرأوا عليها هاد العزيمة اللي انقول لكم واللي عن خليها لكم في صندوق الوصف تديرو بحل هكا البنات متعقدوش متعقدوش هالبنات الخيط بحل هكا تنديرو هكا عاد قنبدو الغرزة الاولى هادي هي الاولى انا فلانة بنت فلانة تقفتك على كل بنات حوة غير انا اللي مليحة تشوفني حورية وحوتة بورية ووردة في الزهرية وقع بنات حوة شكوة مجدية هادي الغرزة الاولى تنزيدو التانية هادي هي التانية البنات ها هي التانية ها هي التانية هالولا ها هي التانية يعني كل شريطة هكا يعني سبعات المرات ها هي التانية ها هي نقرأو عليها نفس القراية يافلانيja ولدفلانة انا فلانة بنت فلانة يعني اسمك واسم امك واسم اسم امك يافلان يولدفلانة Ana فلانة بنت فلانة تقفتك على كل بنات حوة غير انا اللي مليحة تشوفني حورية وحوتة بورية ووردة في الزهرية وقع بنات حوة شكوة مجدية نزيدو التالتة هاي التالتة البنات نفس القراية الرابعة نفس القراية كل غرزة القراية مرة واحدة ما تجروش الخيطة البنات بزيف باش ما تقطعش تمر اهو مرة الاربعة هالخامسة نفس القراية السادسة تدبرو البنات شوية الغرزة هالسادسة هالسابعة هامو البنات السبعة السبعة ديال الغرزات سادسة السبعة السبعة ديال الغرزات كل واحدة بالقراية كل واحدة بالقراية كل واحدة بالقراية تتكملوا السبعة بيهم فهم البنات تنتمنى تكونوا فهمتوا اللي القراية هتلقوها في صندوق الوصف باش تقولوها بالطريقة الصحيحة ديالها سافيوك تقطعو الخيطة البنات ومي تتكملوا البنات تجيبو طريف ديال التوب ابيض وكتلفو فيه تمرة ديالكم وكتخبيوها مع حويجكم حتى العواشر الجاية ان شاء الله ديال العم الشاي اللي هي في العمر عاد كتفتحوها وتعاودو تجددوها وهذه الوصفة ديال اليوم البنات بالنسبة للطهارة ماشي ضرورية في هاد الوصفة وخا ما تكونوش لطهارة تقدروا تديروها وتوقيت راني بلتوليكم وهاد شي اللي كاين في هاد الفيديو وشكرا لكم تستفع للتفاعل ديالكم تنحمق عليكم كاملين البنات القدام والبنات الجداد وهذا ما كان ونتلاقاو في الفيديو رجي ان شاء الله